فيديو هنا في الجزائر كانت أقيمة بالأمس مباراة بين النادي المولودية الجزائر وأعتقد شبيبة الثورة في الدوري الجزائري الدوري الجزائري كان متوقف تقريبا لمدة شهر نتيجة الأحداث في غزة ولكن عاد لنحو تقريبا ثلاث مباريات حتى الآن كان بلا جمهور في أول مباراة أو مباريتين ثم عاد بالأمس في مشهد مبهج لازال الجمهور الجزائري من الجماهير العربية التي تستغل المدرجات في إيصال صوت فلسطين ودعم فلسطين على نحو مميز هذا المشهد المبهر من مولودية الجزائر ورسمه العالم الفلسطيني وكذلك أبو عبيد المتحدث باسم حماس أو المقاومة الفلسطينية في مشهد في غاية الجمال أنا بصراحة يعني كمتابع يعني ما بعرفش بصراحة هما بيشكلوها إزاي يعني إزاي بيرتبوها إزاي بيعبدوا كلام ده كله عشان يرسب صورة في المدرج ويعمل شكل معين وأكيد الموضوع ده بيبقى ترتيب ممكن يكون فيه بروفات مش عارف إزاي الشباب الجميل ده بيقدر يعمل كلام ده لكن في كل الأحوال إن كان هذا دور الجمهور هذا جمهور كرة قدم ذهب للمناصرة في ذات المباراة كان تقريبا بالليلي يرقص رقصها هكذا خاصة بالمقاومة الفلسطينية الشعب الجزائري يحاول قدر الإمكان في كل المناسبات شأن الشعب العربي التضامن وإيصال رسائل تضامن ومؤاظرة لإخواننا في فلسطين بأشكال احترافية فإن كان الجمهور كرة القدم يتخذ موقفا في المدرجات لإيصال الصوت لفلسطين على الجميع كانوا إعلاميين أو فنانين أو سياسيين أو قادة أن يسعوا إلى إيصال صوتهم وتحقيق ما يملكون من أدوات لنصرة إخواننا في فلسطين